ورأيت الخيل الخيل يعني السلحة بتاعته في الرؤية واتجالسين عليها خلي بالك في البوق الساء الخامس كانت فيه عقارب وازنات وانت عارفين العقرب ما يقتلش لكن يقزي يقلم لكن هنا حيات يعني تقتل يعني السلحة فتكة يعني هيستخدم التكنولوجيا وادكم شايفين بتحاول دلوقت روسيا وامريكا يدخلوا اننا عايزين نحد من الاسلحة النووية والرؤوس النووية الكابرتية اللي هي موجهة ضد الكرة الارضية وللأسد الانسان هيبيض الانسان نفسه وهيبيض الارض بتاعته لان دي فيها مفهاش غالب ومفهاش مغلوب ورأيت الخيل في الرؤية والجالسين عليها لهم دروع ايه هي دروع نارية واسمنجونية وكابرتية نار وكابريت نار وكابريت شوف لما تحط النار جنب الكابريت دي الوهنم بينهم اسمنجوني يعني اسمنجوني يعني ايه يعني بتصريح سماوي بسماح سماوي لان غضب الله معلم اه ليه غضب الله ساكت عشان عهد النعمة لكن بعد ما ينتهي عهد النعمة سيظهر غضب الله هيظهر غضب الله بالكامل ادي معنى كلمة نارية اسمنجونية كابريتية ورؤوس الخيل رؤوس النووية كرؤوس الاسود هناك بيشبههم بالعقارب وبيشبههم بالجراد في البوك الخامس هنا بدل الجراد اسود وبدل العقارب حيات بدل دول وبدل دول يا احباء فهنا لما بيجي يقولك رؤوس الاسود رؤوس الخيل كرؤوس الاسود ومن افواهها يعني مش اسد اسد لكن خد الفتك في الاسد يخرج من افواهها نار ودخان وكابريت تلات حاجات اللي هتطلع نار ودخان وكابريت خلي بالك النار والكابريت متحدين في الجملة اللي قابليها وفي الجملة اللي بعدها اللي تغيرت كلمة اسمنجوني دخلت كلمة دخان الفرق بين الاولانية والتانية الاولانية الاولانية نار وكبريت بسماح الهي طب والتانية نار وكبريت يعني علشان تقضي بس هتقضي على تلت القرى طب والتلتين الدخان عارف عندنا مثل في الصعيد يقولك النار اللي ما تحرقش تصمد صمد يعني دخان يعني هباب الدخان يعني عدم الرؤية يعني مش لما اقتلت تلت المملكة يعني الناس تابت لا الناس ظلت اكتر لان عمر الغضب ما يغير ما بيغيرش غير الحب لكن ربنا قدم لهم الحب في فترة النعمة كله ما حدش اخذ الحب ولا حد فكر فيه ادي معنى كلمة ومن افواهها يخرج نار ودخان وكبريت من هذه السلاسة قتل سلس الناس تلت الناس تأتفت من النار والدخان والكبريت الخارجة من افواهها فان سلطانها هو فيه افواهها وفيه ازنابها طيب في القرن الخامس قلنا الزنب هو النبي زي ما قال اشعية في تسعة خمستاشر الشيخ والمعتبر هو الرأس والنبي الذي يعلم بالكذب هو الزنب في رئيس الخامس النبي هيضللهم واوروبا في السادس في السادس العلم ما هو ده النبي العلم والتكنولوجيا هي اللي هتضيعهم وبتضيع وبعدين يقولك فان سلطانها فيه افواهها وازنابها لان ازنابها شبه الحيات مش شبه العقارة وكلمة حيات يعني تقتل لان السم الحية يقتل السم العقرب يقزي لكن لا يقتل يعني هنلاقي اموات كتيرة واحد يقولك اموات ويحصل ده كله ليه من غير ده كله مقدينة فيروس كورونا ده رئيس جمهورية امريكا الولايات المتحدة الامريكية قال اللي تقتلوا من الفيروس في امريكا اكتر من اللي تقتلوا في الحرب العالمية التاني اللي ماتوا اكتر من اللي ماتوا في الحرب العالمية التانية هو ربنا يغلط دا يبيتهم بنفخة من فمه نفخة واحدة تبيد لكن الناس مش كده وغضي لبالكم فان سلطانها في افواها وفي ازنابها لان ازنابها سبه الحيات والازناب للحيات لها رؤوس بها تضر خلي بالك الحيات لها رؤوس يعني ازانا برؤوس اه ولذلك تلاقي فيه دلوقت طيران اللي هو بيبقى يحمل المواد النووية يضرب من الامام ويضرب من الخلف اشتركوا في القناة